اشتركوا في القناة سوني مايكروسوفت ينزلون نسخ محسن من جهزتهم فنينتندو لو نزل الجهازها في هذا الوقت برضو على كلامهم انهم ما رح يقدرون يوفرون افضل الالعاب خلال هذا الوقت فراح تكون مجاسفة من قبلهم لكن لو نزل الجهاز خلال الربع الاول من 2017 والله وصلنا 2017 خلال الربع الاول من 2017 فنينتندو عندهم وقت ينزلون بهدوء برواقه بمجموعة ممتازة جدا من الالعاب اللي حننتظرها من نينتندو فكذا ممكن فعلا نينتندو تنزل وتفجر السوق والحمدلله احنا عارفين ان نينتندو هذه المرة يعني ناوي تدخل السوق صح والضبط امورها ما في الفلسفة الكثيرة حق الزمان اللي كان دائما تتويها وتجيب العيد ومن ناحية تمنى نينتندو دائما تجيب العيد ومنافسة يعني تكون صعبة شوي دائما عليهم فناب رئيس سوني اوروبا كان في احدى المقابلات تكلم عن السوق وقال ايش قال انه السوق فيه تقريب منافسة بين طرفين فقط اللي هما سوني ومايكروسوفت فلايس سيشن 4 وايكس بوكس ون ومنافسة هذه كانت في الجيلة اللي قبله وحتى اللي قبله تقريب انه دائما انتندو تكون بره منافسة شفاية في الجيم كيوب كانوا بره شفاية في الوي كانوا بره كثير صح انهم باعوا كثير يعني لكن يعني ما كانوا هباك المنافس من ناحية جودة الالعاب وكذا وطريقتها خلنا نقول والسوق المتوجهين له مثل البلايس سيشن 3 والأكس بوكس سيري سيكستي فمع البلايس سيشن 4 والأكس بوكس ون الان اكس يفترض انه ينافسهم فحسب كلام يقول الحين السوق فيه منافسة بين طرفين بس ننتندو مرحب فيها انها تدخل وتنافس معهم اكيد وقال كمان ان السوق راح يكون اقوى في ظل وجود ثلاثة اجهزة فعطونا رأيكم انتم هل فعلا تتفقون معانا اذا السوق راح يكون افضل في وجود ثلاثة اجهزة تتنافس هذا بالنسبة لنائب رئيس سوني اوروبا لكن نرجع لننتندو نفسه هل تشوفون الوقت اللي بنزلون فيه الجهاز يعتبر صح ولا مفروض نزلونا في موسم الاعياد لان الكل راح يشتري الجهزة في كل الاحوال عطونا رأيكم في التعليقات التحت كما كما حب المحفوظ سبحانك الله وبحمدك اشترك ان لا اله الا انت اغفركوا اتوب اليك السلام عليكم